لا و بعدين سبحان الله هذه الأسرة يعني هي لبنة المجتمع إذا فكر بالشيء العالم تشوف المجتمعات هي مجموعة ايش أسر صحيح مجموعة أسر فلما تأتي وتكشف المجتمعات تجد فيها من الأشياء ما يضطر أن تغوص في أعماق هذه الأسر و تشوف الإيجابيات المتواجدة والسلبيات المتواجدة على مستوى العالم طبعا صحيح لذا كنت يقولون يقول لك الأسرة ايش الدولية صح اي لا لا حنا ما نبغل الاسرة الدولية أنا هناك نفسي كلمة الأسرة أن تشمل أشياء كثيرة فلما نرجع الأسرة في الأصل في الشرع في القرآن تجدها موجودة و متكررة قد لا تكون بلفظ الأسرة لكن لا تأصيل شرع في القرآن عزيزنا قبل ما سألك عن تعريف الأسرة و ندخل فيها تناقش لكن خلنا نشوف الأسرة في المجتمع الإسلامي الأسرة في المجتمع الإسلامي أعطاها أهمية كبيرة بخلاف الأسرة في المجتمع الغربي أو الأسرة في المجتمع الشرقي غير المسلم يعني الأسرة في المجتمع الغربي شبه يعني خلي قول محدودة يسمونها قبل فترة الأسرة النووية تكون من ثلاثة أشخاص يعني الزوجة زوجة ولد ولدين بالكثير يعني ويتفرقون بعد ما يعني يبلغ الأبناء انتهت العلاقة بينهم عرف كيف لكن الأسرة في الإسلام لا يعني لو سألت أي واحدة مشاهدي ومشاهدات متى يبدأ تكوين الأسرة يمكن بعض يعني لأننا سألنا نحن تعلم وانت سألت ما شاء الله و بنسمع الإجابات متى يبدأ تكوين أسرة قال والله إذا جاءوا الأولاد نقول لا فات عليك متى يبدأ تكوين أسرة من قبل من ابتداء اختيار الزوجة والزوجة من اختيار الزوج ليه